نيتنياهو على كرسي الاتهام في مواجهة لوائح الاتهام التي وجهت إليه في ثلاث قضايا فساد تشمل تلقي رشوة وخيانة الأمانة والتحايل حيث قال للقضاءات إنه يقر الرد الذي قدمه محامو الدفاع نيابة عنه ولا يعترف بالتهم المواجهة إليه لكن المحكمة تبدأ قريبا بنقاش الأدلة بواقع ثلاث جلسات محاكمة كل أسبوع إنها محاولة مكشوفة للإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين وتنصيب حكومة برئاسة لبيد لكن انتصارنا سيكون أكبر نيتنياهو يحاول منذ اللحظة الأولى الادعاء بأن المحاكمة السياسية لكنه خلافا للمرة الماضية التي جاء فيها مسلحا بوزرائه وضجيج أنصاره وهاجم المحكمة وجهاز القضاء منع هذه المرة أنصاره من الوصول وترك الساحة لمعارضيه كي يظهر كمن يلاحق سياسيا لديه مصالح واضحة ويتلاعب بموجبها بكل شيء في فيروس كورونا وفي تقسيم الشعب عليه التفرغ لمحاكمته في الفساد وأن يستقيه لائحة الاتهام غير شرعية وكل تحقيقات تهدف للإطاحة به فقط قبل أسابيع من الانتخابات قد تلعب محاكمة نيتنياهو دورا مؤثرا حيث قد ينتهي به الأمر إلى السجن الفعلي في حال الإدانة لكنه نجح في الإبقاء على شعبياته في ثلاث معارك انتخابية وقد يكون كورونا اللاعب الأقوى في الانتخابات الرابعة المفارقة بأن نيتنياهو يبقى مهددا بدخول سجن مع سياهو الذي سبقه إليه أولمرت يوما ما لكنه يهاجم الجهاز القضائي الذي سيكون خط الدفاع الأول في أي ملاحقة للمحكمة الجنائية ضد نيتنياهو أو مسؤولين آخرين زياد حلبية العربية القدس المحتلة